المشهد اللي قلقك؟ خفت منه؟ ما قول كنت متطمن طول الوقت؟ مشهد المصلحة مع بنتي كنت خايف منه جداً والمشهد اللي بتاع الفنال اللي هو كان المفروض ان انا ببقى مفعالي قوي قوي ان احنا بس خففنا الحدة الحدة في الاخر عشان نقفل المسلسة للناس تبقى مرتاحة نفسياً المفروض ان الشخصية قد تبقى اكثر جنون وولاده وحاجة كده يعني دول المشهدين اللي خفت منهم ومشهد المواجهة بيني وبين جعفر العمدة لما بقوله يعني انا جاي ومددلك ايدي بالسلام فبيقول لي معلش رجلي فيها واجع ومش قادر كان خلاص كانت الحالة انتهت؟ انما مشهد بنتي بوصلح الدلال ده كان اكتر مش هتخايف منه جداً وبعدين استدعيت ما يحدث بيني وبين بنتي واحنا كنا بنتك الحقيقية قبلها بشوية كنا متخنقين فعلاً ولسه متصلحين فاسترجعت المرحلة ديت وقلت الايمان العاصية ايمان انا يمكن اعياط قالتني ولا يهمك انا دموعي جاهزة بتنزل فقلت لها طيب وفعلاً جت لنا كريزة عياطة احنا الاثنين بعد المشهد شحنته جامد ديته شحننا جامد قوي وسامي فضل يشحننا وقال انا عايز اسمع سوقه هو قاعد في اخر الدنيا قالي عايز اسمع سوقه انت بتاعياطه وكانت كانت وحسد طب ده الاشرار بلعياطه يعني طبعاً من يملك الندم لازم يبكي يعني بس بيبقى مدرك هل هو بيبقى مدرك ولا هو مدرك انه غلطان من يملك الندم وهو مدرك لكن من يملك الندم عشان يباين للناس انه هو ندمان لا لازم يبقى ندمان وعارف ان انا عملت غلط ولازم اصلحه انا خطأي كالقبيح في شخصية فتح الله انه لم يلتفت لتربية اولاده ده التلاتة كان نفسينا واحد بس يبقى كمير مفيش